العوائل المتعففة والنازحة من مناطق سهلينين وإلى كاركوك وافتتح السوق الخيري من قبل رئيس الساقفة السليمانية وكاركوك للكلدان وعدد من عضاء مجلس محافظة كاركوك ومدراء الدوائر الخدمية منظم السوق الخيري أكدوا بأن الهدف من افتتاح السوق هو مساعدة العوائل المتعففة والنازحة حيث أن أسعار المعروضات في السوق زهيدة هذا فضلا عن أن واردتها ستتحول لتلك العوائل للعوائل المتعففة والعوائل النازحة من سهلينين وإلى كاركوك نظم اتحاد نساء الآشوريين بكاركو سوقا خيريا والذي تم افتتاحه من قبل رئيس أساقفة كاركو والسليمانية للكلدان وعدد من أعضاء مجلس المحافظة ومدراء الدوائر الخدمية في النادي الآشوري السوق الخيري هو نوع من المقاومة أيضا لما نتفكر بغيرك ولما نساعد الناس على أن يسهمون بشكل جماعي لإسعاد الآخرين ومحاولة جمع تبرعات واسطة هذا السوق الخيري وخصوصا السوق الخيري هو أيضا لما تلم الناس تجيبنا تصير اهتماماتنا وهون أيضا تبرز المواهب الفنية كثير من الناس نقشوا رسموا شغلوا مخيلتهم أنا أصور كل هذه هي قطرات ما تعمل فيضان من الحب نحو الناس المتعففين بطاقة الدعوة اللي سلمتوها من اتحاد النساء الأشوري كانت أنه ريع هذا السوق هو للعوائل المهجرة والمتعففة هذا السوق الخيري كما تجدونه اليوم قد أشرق في النادي الأشوري الذي أقامته الاتحاد النساء الأشوري فرع كاركوك ويكون وارده دعما وإسناد للعوائل النازحة من سهل نينوة والمتواجدين قسم منهم في مدينة كاركوك هذه الأسواق أو هذه المشاريع هي داعمة لاستمرارية الحياة وديمومتها في محافظة كاركوك الفضل يعود إلى القوات الرابضة على حدود محافظة كاركوك من أخواننا البشمرقة حقيقة عززوا من الناحية الأمنية لمحافظة كاركوك وأنا أشجع إقامة مثل هذه المشاريع ومثل هذه الأسواق في داخل محافظة كاركوك منظم السوق الخيري والعاملون فيها قالوا أن فكرة هذا السوق جاءت من منطلق المساعدة للعوائل المحتاجة إن كانت متعففة أو نازحة ووارداتها تتحول إلى تلك العوائل وأن أسعار المعروضات هي أسعار زهيدة والفكرة جاءت أيضا بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس اتحاد نساء الأشوريين ناسبت ذكرى تأسيس الاتحاد نساء الأشوري الثالثة والعشرين قمنا نحن كفرع كاركوك في هذا السوق الخيري واللي راح نوضع الريع المالة العوائل المتعففة والنازحين الموجودين بكاركوك من أبناء شعبنا وشانت كلها كمساعدات للنازحين اللي جايين نحن بنفسنا قلنا نسوي فشي حتى نساعد به العوائل نجيد بهذا اليوم كمساعدة بيوم السوق الخيري حتى أساعد الناس حتى أبيع هذه الشغلات البسيطة لأسعارها زهيدة جدا مناسبة للزائر حتى من يجي يشتريها في سبيل نساعد الناس المحتاجين والنازحين وننفذ واجب بسيط بخدمتهم هو معرض سوى الاتحاد نساء كاركوك العوائل المحتاجة وعوائل النازحة بشغلات يعني استفاد منها كل واحد وسعر رمزي والكل ساهم به والحمد للنفس مواطنون محافظة كاركوك يعملون بشتى الوسائل لمساعدة النازحين الموجودين على أرض المدينة كضيوف عليها فهم آووا النازحين وفتحوا لهم أبواب البيوت والقلوب وها هم ينظمون سوقا كي يساعد تلك العوائل هالغورت حسن فضائية كاركوك في إطار الحرب المستمرة للقضاء على إرهابيين